الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله عفوا سائل يقول هل هناك دعاء ينفع في الإعانة على تسديد الدين فأنا أعاني من دين عجزت على سداده أبشر إن شاء الله أو نطيك الدعاء أكتبه إن شاء الله فهذا الدعاء ينفع في سداد الدين من كان عليه دين يدعي بهذا الدعاء دائما 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 إن شاء الله يصادف أوقات الإجابة ربي يسألوك فيسد الدين عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك قل تسمع قال له لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك قل أكتبه اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك إذن عودوها اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك عودوها قلوها اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين لو يكون عندك جبل من الدين ربي سهل لك ويستهلك حتى تخلص دينك سائلة تقول سائلة من عنتي مشنت تقول ما حكم الشرع في رجل متزوج وقلبه عند فتاة تعرف عليها قبل زواجه هاي سألة هادي انتي حرتي غير في هادي ما حكم الشرع انتي يديتي راجل وكي جبتي يديتيه صبتي قلبه عند فتاة تعرف عليها قبل الزواج خلاص روحي جبله قلبه ليمه جبتي راجل صبتي قلبه عند فتاة اخرى تعرف عليها قبل الزواج الحمد لله انتي دكارك زوجته ويعني ما لا تستطيعه تلك الفتاة ويمكنك ما لا يمكن لتلك الفتاة ما لا زيدي جبله قلبه ليمه قلبه ودخله وحطه له في براستو يفطن يليشوف فيك وهكذا هذه دكمرات قد عاجزة يعني هذه المرأة لما هو شعقد عليها شاطر عليك هاي يا بييني شطرتك الحمد لله وكين أسباب وكين طرق وكين فنيات وانتي راكي زوجة تحت بيت واحدة عاودي ليمه وجبي له قلبه وكان شوفه حكم الشرع لا شيء عليه لأن الحب مكانه القلب وراجل قلبه مع امرأة اخرى وش الشريعة لا لا تعاقبه شريعة تعاقب الفعل لو يختلي بها لو يزني معها لو يصافحها ولكن قلبه معها لا شيء أعلي يكتم ويسكت ويصبر ولكن أنا ما رأيش حبك تقعد مع رجلي يكتم يكتم ويصبر وعيش معك بالصبر لا لا لازم أنتي تكوني شاطرة جبتي الراجل زيدي جبي له قلبه باش تعيش معنية ان شاء الله وهو يعيش معنية وهذه الفتاة الله يتوب عليها ويغفر لها إذا رأيت تتصل به لا ما زال تانيك بعد عليه خلاص رجل تزوج سلميه للزوجة انتعو إذا ما سلمتش للزوجة انتعو هو ما يكون سعيد انتي ما تكون سعيدة وزوجته ما تكون سعيدة وهذا بابه فتنة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أما الأخت التيمو شنتية ديت يا راجل دك رحي جبينه قلبه أشتاري بيني شتاتك سائل يقول كنت أتناول الخمر ثم توقفت فهل صلاتي جائزة صلاتك إن شاء الله جائزة كنت عاصيا وتبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على أن لا تعود وركت صلي والحمد لله داوم على الصلاة وما توليش إلا الخمر إن شاء الله انت ما ركش منه يقولوا أسكر العام كامل وكي يجي رمضان أربعين يوم أربعين يوم من قبل حبس الشراب غير بش تصوم ومبادر غير تكمل رمضان عودوا للقرعة إن شاء الله ما ركش منهم لأن الخمر حرام دائما وفي كل الأوقات إلا أنت مدى ما تقول كنت تخمر وتبت وندمت وركت صلي صلاتك صحيحة صلاتك صحيحة وإن شاء الله ربي يقبل إن شاء الله سائل يقول هل يجوز زيارة المقبرة للمرأة المعتدة لا يجوز لك زيارة المقبرة وحرام عليك لأن المعتدة الواجب أن تبقى في بيتها وأن لا تخرج من البيت إلا للضرورة وليس من الضرورة زيارة المقبرة ولو كانت لزوجها ولو كانت لزوجها تخرج للضرورة طلب رزق من الضرورة إذا ما عندها شلمة تحتعمر الماء إذا تمضي ورقة عند الموثق يجوز إذا للعلاج نعم أما زيارة الأهل أو زيارة عفوا الأقارب أو أنها تذهب إلى المقبرة لا يجوز لك تبقى في بيتك هذه العدة هذه العدة وحنا الآن ولو يقول لك لا لا أو ما تجرنا أنا نسحي منح جنزتها أو كيف تسحي يا أختي أكي عصيتي يا ربي والجيران هدو كيف يخلوك ومالي كيف يخلوك لا 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 تبقى في بيتك ما كاش هذه هذه عرس ولد أختي سائلة تقول أنا أعاني من مرضي فقري الدم وقد مانعني الطبيب من الصوم وأنا أخالفه وأصوم فهل أنا آثمة في مخالفته نعم إذا كان فقر الدم يؤذيك والصوم يؤذيك أكثر ويزيد مرضك ويقيل الشفاء ولا يبطى ولا تزيد عني عليك مرض بحيث تلك أشياء كنت تقدري لها والتي ما تقدري لهاش فحرم عليك لأن الإنسان لا يجوز أن يلقي بنفسه إلى التهلك ولو بالصوم إذن ماذا مربي جعل لك مخرجا وهو إطعام مسكين عن كل يوم لماذا تخالفين الطبيب على لماذا تخالفين الطبيب الشيخ الكبير الفاني العاجز عن الصوم لا يصوم يطعم مسكين المريض العاجز لا يصوم يطعم مسكين يعني النفساء أو الحائض يعني تقضي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة يعني المسافر ربي يجعل له مخرج يجوز أن يفطر إذا كانت مسافة قصر فاربي سبحانه اجعل مخرج لعباده على أنت ما تتخذ في المخرج على يعني كين مخرج وانت ما ترعش له وتقعد هكذا كم زيّر حتى تموت ومبعد تلاقي ربي وتقول له يا ربي موت في سبيلك يقول لك يا عمدي ولكنك ما تاخدش الطريق انتعي أنا جعلت لك مخرج على ما تاخدش المخرج إذن إذا كان الصوم يؤذيك لا يجوز لك الصوم سائل من العاصمة تقول تطلقت منذ عشرين سنة وترك لي طليق بنتيني إحداهن تزوجت والأخرى في الجامعة ومؤخرا تقدم رجل أرمل لخطبتي إلا أنني أستحي من قبول الزواج راهي حشمانة تتزوج لالله كوني في العقد الخامس من العمر هم بعد العقد الخامس يعني خمسين سنة أنا غيرك ما عقدت الوحدة تلاتة وستين سنة والله تلاتة وستين سنة وعيطت لي وعقدت لها وفرحت وفرحة الرجل الحمد لله رب العالمين وهذه العجوزة تلاتة وسبعين سنة التي تبخرت نهار درت لها النداء خطبها تلاتة وثلاثين شيخ وحاجة أدوقهم اخطبها شيخ من كاليفورنيا من كاليفورنيا اخطبها من أمريكا جاءت رسالة سعودي ولا بس به بالخير والخمير قالك أني مسعد نزيدها وتعيش عندي والحمد لله رب العالمين إذا كنت بحاجة إلى الزواج تزوجي ودعك من الحياة إذا كنت بحاجة إلى الزواج تزوجي هذه النصيحة لنقدمها لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته